حملة التلقيح تنطلق على مستواجهة الشرق في جو من التعبئة وفي إطار الاحترام التام للتدابير الاحترازية بالمعهد العالي للمهن التمريدية وتقنيات الصحة بوجدة والتي استفاد منها عدد من أطور قطاع الصحة الذين يتجاوز سنهم الأربعون سنة انتراق بالناس دير القطاع الصحة اللي هم في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء والحمد لله أنا تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح والناس دير القطاع لهم كي تلقوا الجرعة لهم الأولى وإلى من الجميع أن الحملة الوطنية تهدف إلى تمنيع المواطنين المغاربة ضد هذا الوباء إن شاء الله باش نتفكهم هذا الوباء وإلى من الجهة أنه هناك مجموعة مثلا في عمل توجد أنجاد كان هناك أربعة وثلاثين محطة تلقيح وفيها 13 الفريق اللي غادي يلقحوه الناس وأن الفئة المستدفى كلها قاعدة المواطنين اللي عندهم كثير من 17 عام ولكن كان هناك أولويات وبالتدريج الحملة تأتي كتكملة لكافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وتحقيق تمنيع جماعي في أفوق العودة التدريجية إلى الحياة العادية هذه العملية تصب إلى التمنيع الجماعي بحيث أننا نخلص من هذه الحالات الكثيرة والحالات التي توصل لمضاعفات لنا خير علش وخدرنا هذه الوسائل للإحتياط، للإبتعاد جسدي، للتقييم، للنظافة، للكمامات إلى غير ذلك تبقى واحدة الحلقة نقصة والحلقة الفعالة هي الحلقة الوقاية خير من العلش وزارة الصحة تشدد على ضرورة الاستمرار والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة وذلك طيلة عملية التلقيح الوطنية ترجمة نانسي قنقر